التقيت برئيس الوزراء العراقية سيد محمد شيع السوداني بشكل مكثف للغاية البعض لاحظوا و الكثيرون في حقيقة الأمر لاحظوا بأنك التقيت به أكثر من أي سفير آخر قارنوا هذا الأمر مع السفراء الآخرين وبالتالي السؤال هنا ما سر هذه اللقاءات المكثفة مع رئيس الوزراء العراقي هل هناك نوع من التقاطعات بينكم أم أن هناك تفاهمات جديدة تحاولون الوصول إليها مع هذه الحكومة العراقية في البداية دعني أقول أنا لا أقارن كم مرة التقيت مع رئيس الوزراء وكم مرة الآخرين من زملائي التقوا به ولكن أعتقد أن حقيقة بأنني قد كنت ألتقي مع رئيس الوزراء تكرارا هي ببساطة تبين مدى انشغالنا ومدى اتساع العلاقة الأمريكية العراقية وعدد القضايا والمواضيع واتساع علاقتنا ولدينا الكثير نتكلم عنه لدينا مواضيع اقتصادية نتكلم عنها مواضيع أمنية نتكلم عنها وجهود من الولايات المتحدة لبناء برامج التبادل الثقافي والتعليمي ونشجع وكنا وراء تشجيع جهود رئيس الوزراء توسيع علاقاته مع المنطقة كما أنا متأكدة بأن أغلب العراقين ومشاهديكم يعلمون بأن الولايات المتحدة تلعب دور مهم في بناء شراكات قوية في هذه المنطقة فليس الشيء مثير للمفاجأة بأننا كنا نشجع ونسهل التنسيق والتعاون الذي لدى العراق مع جيرانه ومثال مؤخرا حول هذا مثلا خليجي 25 في البصرة مثال واضح أن كيف العراق الآن يتم النظر إليه من قبل جيرانه كفرصة للقدوم والزيارة ليس فقط للعب كرة القدم هنا في العراق ولكن أيضا مجرد التواصل مع العراقيين الوضع الأمني يتغير الوضع الاقتصادي يتغير وهناك فرصة هنا للعراق اللي بناء أواصر قوية مع جيرانه الكثير من اجتماعاتي لها علاقة بتنسيق المواضيع وكيف يمكننا أن نكون داعمين أكثر لأجندة رئيس الوزراء وحكومته كنت أنا سعيدة بالقدرة على التواصل مع رئيس الوزراء ومع أفراد كابنته وهنا نبدأ بتنفيذ استراتيجية رئيس الوزراء وأجندته للتقديم الفادة والمنفعة للشعب العراقي في أي علاقة يريد بناءها مع المجتمع الدولي اشتركوا في القناة